أبرم العراق اتفاقا مع إيران لإعادة افتتاح أحد المنافذ الحدودية قبل شهر من بدء زيارة الأربعينية المقبلة وقالت وزارة الداخلية الإيرانية أن الاتفاق مع العراق يقضي بفتح منفذ خسروي أمام زوار الأربعينية قبل شهر من بدء مراسم الزيارة يذكروا أن المنفذ أغلق العام الماضي قبل بدء مراسم زيارة الأربعينية بسبب عدم موافقة الجانب العراقي على فتح منفذه لأسباب أمنية